بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اصل على سيدنا محمدين وعلى آل سيدنا محمد ما حدث في هذا الأسبوع الأول من شهر نوانبر 2022 نعتبره تطورا خطيرا في حرب الدولة وحرب السلطات على جماعة عبدالإحسان نعم الدولة والسلطات المخزنية جربت كل أساليب مع الجماعة آخرها الإعفاءات الترصيبات تشميع البيوت الترد من العمل حتى السجون طويلة المداد الاعتقالات بمحاكمة وبغير محاكمة بل حتى القتل رحم الله استعب الجليل فخيش واستكمال العماري ولكن الآن ما حدث في هذا الأسبوع نعتبره قتلا أو تحاول الدولة من خلاله القتل السياسي والإعدام الأخلاقي في حق واحد من رموز من قيادة هذه الجماعة على مستوى مدينة مكنس أن يتعرض الدكتور محمد أعراب بعثو إلى ما تعرض إليه فهذا نعتبره تحولا خطيرا ومع ذلك هو لا يرهبه ولا يخيفه ولا يفزعه ولا يرهب أسرته ولا يرهب الجماعة ولا يخيفها ولن يتنيها عن ما هي إن شاء الله مقبلة عليه وما هي ماضية فيه من حب لهذا الشعب فالذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويجاهد في سبيل المستضعفين من هذا الشعب فهو قابل أن يؤديه كل الأتمناف المبتغى والغاية هي وجه الله سبحانه وتعالى وهي رقم الله سبحانه وتعالى ولكن كما قلت أن نصل إلى هذه النقطة وخاصة في حق رجل متخلق هذا قرب من جميع أحبابه فهو محبوب في قبيلته بل في القبائل المحيط به والقبائل قاربا منهم أينما حل في عمله موظفا هذا كفاء عالية أو خطيبا وواعظا كان قريبا من الناس وهم من الناس فأن يمسق في عرضه وفي شرافه ثم كيف تطورت الأحداث من خيانة زوجية كما صدرت السلطات هذه التهمة البائدة إلى الأبواق والمواقع المشبوهة تابعة لها كيف تحولت هذه التهمة بعد رفض زوجته لأن تم تتيل لهذا المخطط لكل حال البائس وهو أن تتنازل وتنازلها حسب الأمر بالفطرة ديالها والبساطة ديالها معنى التنازل كي يساوي الاعتراف بما لم يقترفه الزوج ديالها الذي هو بريء هو يتعرفه أبناء ويعرفه عائلة ويعرفه الجميع يعرفه فإذن هي رفضت بالفطرة ديالها كما قلت هات تتبيتي ديال السهمة تهمة زوج ديالها فماذا واقع تحولت في اليوم الثالث تهمة من خيانة إلى أمر خطير جدا إلى جناية ديال التجار في البشار وهذا أمر خطير خطير جدا فماذا حدث؟ بما احتمالات كثيرة ولكن الاحتمالات القوية إما أن ناشي طرف في السلطات قد يكون ورط الدولة في هذا الأمر بسوء تقديره بسوء حسابته بنزقه ومع الآسف قد يكون قد تكون الدولة صارت معه في فهمها فهمها الخاطئ للمثل قائنصر أخاكا ظالمة فهي تنصره وفي إطار ربما احتمال باب الوهم ديال هيبة الدولة مع الآسف الوهم هذا خصو يزول الحقيقة ديال هيبة الدولة هي أن ترد الحقوق إلى أهلها وأن ترفع الظلم عن المطلوبين خاصة في الأعراض الاحتمال الثاني قد يكون وهذا خطر جدا إلا كان قد يكون الأمر مبيتان ومتعمدان ومخطط له وهذا ينم عن أن الحقد هو الذي يسود وإذا كان الحقد هو الذي يحكم فسلام على الدولة وسلام على المجتمع وخاصة في هذا الظرف الدقيق جدا جدا الاستبداد السياسي بلغف التغول دياله مداه الافتراس الاقتصادي البشع نحن نرى ما ندار في الحالات الاجتماعية ديال هذا المجتمع فالمجتمع على فوهة بركان فكنت سألوا من يصب الزيت على النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم في هذه النازلة أن يحكم العقل والتعقل والرجوع إلى الصواب ويفرج عن الأستاذ الدكتور محمد أعراب بعسو ليعود إلى زوجته وإلى عائلته وإلى بناته وابنيه فآخر أبنائه في العمر دياله 24 سنة بمعنى أكثر من 30 عام ديال الزواج وأن يعود إلى أحفاده أن يتحقق ذلك عاجلا غير آجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته